في البداية خلينا اقول لحضرتك ان ربنا قال ان بعد العسر يسرى ودي حقيقة بعد العسر دايما بتلاقي تيسير فاصبر لان كل امر له وقت وله تدبير والنقطة الاولى معنا النهاردة الا وهي تلقيح واخناء كبيرة جدا ما بين اردوغان وما بين نتنياهو واعلام مباشر من اردوغان دعمه للمقامة الفلسطينية وتحديدا حماس اما النقطة التانية معنا وهي منتدى حقوق الانسان الهندي يرفض تصدير السلاح الى اسرائيل لا ومش بس كده ورفض نقابة العمالي هناك في الهند تحميل اي حاوية تحمل السلاح من و الى اسرائيل وبعد ان رفضت نقابة عمال الموانئ الهندية تحميل او تفريغ سفن تحمل اسلحة لاسرائيل دعا منتدى حقوق الانسان الهندي مؤخرا لوقف العلاقات العسكرية برمتها اما النقطة التالتة معنا وهي اعلان اليمن ضرب سفينة امريكية في البحر الاحمر لا ومش بس كده ده كمان خدوا عهد على نفسهم بزيادة العمليات في خلال شهر رمضان الكريم وتؤكد الجوات المسلحة اليمنية ان عملياتها العسكرية سوف تتصاعد بعون الله تعالى خلال شهر رمضان اما النقطة الرابعة معنا وهي حخام اسرائيل الاكبر يهدد بسحب كل المتدينين اللي موجودين على اراضي فلسطين المحتلة اللي هم الاسرائيليين اليهود وقطع تذاكر سفر والخروج خارج اسرائيل امتى لو تم اكبرهم على التجنيد لان ده ضد القانون في البداية خلينا نقول السلام عليكم يا غاليين بفكر حضراتكم في البداية لصلى على النبي عليه افضل الصلاة والسلام وحابب بس افكركم في البداية للناس اللي بتتفرج علينا باستمرار ولكن بتنسى تشترك معنا وقف الحلقة واضغط على الزر الاحمر المكتوب على اشتراك او سبسكرايب وفعل زر الجرس واضغط على كلمة قول او الكل بحيث توصل لحضرتك الحلقة بعد نشرها بثواني وده لان الناس كتير بتشتكي ان الحلقات بتنزل ولكن ما بيجي لهمش اي اشعار بيها فعمل الخطوات اللي بقول لحضرتك عليها وان شاء الله الحلقة توصل لك وقت نزولها بالزبط ونيجي بقى للنقطة الاولى معنا واللي تخص اردوغان الممثل لتركيا ونتنياهو الممثل لاسرائيل المحتلة لاراضي فلسطين وما عليه اردوغان كان عنده مؤتمر مبارح وطلع ولقح على نتنياهو ووصف انه هو مجرم حرب زيه بالزبط زي هتلر وبعض مجرمين الحرب في العصر الحديث الحقيقة ان اردوغان موقفش عند الحتة دي بس ده كمل كلامه وقال لك انا ارفض وصف حماس او المقاومة الفلسطينية بالارهابيين ليه لان دول مقاومين بيدفع عن ارضهم وعرضهم امام العالم كله وبمعنى اصح امام عدو محتل فانا برفض وصفهم بهذا اللفظة او بهذه الجملة وكمان انا بعلن دعمي الشامل للمقاومة الفلسطينية فطبعا دي لقطة جريئة جدا من اردوغان ولن اردوغان في المقاومة الفلسطينية بالنظر ونتحدث ترجمة نانسي قنقر ازاي امريكا بالزبط اكبر او اكتر دولة بالدعم اسرائيل بالسلاح وتطلع تقولك احنا بنناقش الموضوع ازاي ندخل مؤن وازاي ندخل مساعدات الى قطاع غزة عشان الناس اللي هناك دي طب ما الاولى ان انت تخف السلاح او تمنع السلاح والناس دي هتعيش في امن وامان لكن انت بتديني السكينة وبتقول لي موت نفسك ولكن ما علينا في تقرير بقى طلعت من جريدة الانادول التركية بتقولك ايه ان تركيا بتصدر فعلا باثنين مليار وفاكة كل سنة الى اسرائيل ولكن ما بتصدرهمش الى مواطني اسرائيل اللي هما اليهود لا ده بتصدرهم الى مواطني اسرائيل ولكن الفلسطينيين بيقولك ايه بقى ان 2 و 2 من 10 مليون فلسطيني عايشين على اراضي اسرائيل واحنا بنودلهم الحاجات دي كلها وعشان نودلهم الحاجات دي لازم المؤن دي تعد وتتفتش في مطارات اسرائيل ولازم تدخل تحت اسم اسرائيل فجماعة ما تربطوش دي بديه فهل دي صياعة تركية ام ده امر حقيقي الحقيقة انا مش خبير في حاجة زي كده وما اقدر شافت فيها من الجدير بالذكر بقى ان 2022 من شهر اكتوبر لشهر ديسمبر السنة اللي قبل اللي فاتت صادرات تركية الى اسرائيل كانت كام كانت 2.5 مليار دولار طب السنة دي بقى اللي هي من شهر 10 لشهر 12 20-23 صادرات تركية الى اسرائيل او زي ما هم بيزعموا الى مواطني فلسطين اللي قاعدين في اسرائيل مليار ونص دولار يعني نزلت تقريبا مليار دولار وما عليه انا بفسر لحضرتك الوضع ده ومستنى اي حد عنده تعليق يكتبه تحت برأيه المهم واللي المفروض من خلاله يفيدنا باي معلومة نرجع بقى لصلب الموضوع اردوغان لما طلع وقالك انا بدعم حماس وبدعم المقامة الفلسطينية وينفعش نصفهم بالإرهابيين والكلام ده كله نتنياهو كان عنده رد عارف انت العالي اللي بتطلع تلقح على بعض على سوشال ميديا ده مش عارف يكونوا متخصمين يعني فدا يطلع يلقح ودا يطلع يلقح ويردوا الكلام هو ده اللي بيحصل بالزبط بعد ما اردوغان طلع باللقاء بتاعه نتنياهو رح منزل تويتا كده وقال لك اللي اردوغان بيعمله ده ضد الانسانية اسرائيل ملتزمة بقوانين الحرب واللي انت بتعمله ده من الاولة او نصحة اللي انت بتقولها النا من الاولة او من الاقدر ان انت تقولها النفسك بدل ما انت عمال ايه تحبس في الصحافين هناك وتقتل الديمقراطية مرة ورد تانية ان اسرائيل التي تلتزم بقوانين الحرب لن تتلقى بعضا اخلاقيا من اردوغان الذي يدعم القتلة والمغتصبين في منظمة حماس الارهابية طيب ده كان بالنسبة للخبر اللي يخص اردوغان والنتنياهو لما نيجي بقى للمقطة اللي بعدها واللي تخص الهند الهند تقريبا من اكبر الدول اللي بتصنع وبتصدر المسيارات او طائرات المسيارة اللي هي الطائرات بدون طيار الى اسرائيل وطبعا الطائرات دي كلها بتستخدم في ايه في جريمة الابادة الجماعية للعالم كله بيشهادها حاليا ولكن مفيش حد قادر ينطق او يتكلم جريمة الابادة التي تمارس ضد سكان قطاع غزة او ضد سكان فلسطين المحتلة اتفاجئنا مبارح بقى ان لقابة العمال في الهند العمال بتوعها رفض ان هم يحملوا اي حاوية او اي سفينة تحمل السلاح الى او من اسرائيل طبعا مفيش من اسرائيل ان اسرائيل ما متخرجش اسلح حاليا ولكن تحمل الطائرات المسيرة والاسلحة الى اسرائيل هو ده بس اللي حصل يا احمد اقول لحضرتك لا ده فيه منتدى هناك اسمه منتدى حقول انسان بيدعو لوقف الامدادات العسكرية الهندية الى اسرائيل ليه بقى سيادتا لان الاسلحة اللي احنا بنبعتها لهم والطائرات المسيرة اللي احنا بنبعتها لهم بتستخدم في جريمة ابادة جماعية ونحن نرفض هذا الامر فاسمع كده وارجع يتصعد رفض مؤسسات نقابية وحقوقية هندية للعلاقات الدفاعية الوثيقة بين نيو ديله وتل ابيب في ظل عدوان الاخيرة على غزة وبعد ان رفضت نقابة عمال الموانئ الهندية تحميل او تفريغ سفن تحمل اسلحة لاسرائيل دعا منتدى حقوق الانسان الهندي مؤخرا لوقف العلاقات العسكرية برمتها نظرا الى الابادة الجماعية المستمرة التي يواجهها الفلسطينيون الحقيقة هو ضغط بلا جدوة ليه لان اكبر دولة بتصنع وبتصدر سلاح في العالم هي امريكا وده طبعا يمكن من مسببات الحروب الكبيرة جدا في العالم لان اكبر المستفيدين من الكلام ده كل الدول المصنعة للسلاح ادخنوا على بعض واحنا نبعت لكم السلاح ما تيلقوش وخلي المكاسب تزيد وما عليه اسرائيل طبعا اكبر عدد او اكبر كمية من الاسلحة بتجيلها منين من امريكا ولكن امريكا بتبعت لها عدد معين او انواع معينة من الاسلحة زي الزخيرة والبنادق والرشاشات والكلام ده كله والجرفات والمواضيع ده كله انما كل دولة معينة او كل دولة على مستوى العالم بتساعد اسرائيل بنوع معين من الاسلحة الهند بتساعدها زي ما حضراتكم شفته بالطائرات المسيارة كانت هولندا الاول واللي منعوا بعد كده تصدير الاسلحة ليهم كانوا بيساعدوهم بقطع غيار الطائرات مش اللي هي المسيارة بقى الطائرات المقاتلة فطبعا كل اللي احنا بنشوفه ده ضغط على اسرائيل ولكن الموضوع فرق لا محكمة العدل الدولية بتاخب بالموضوع ده لا حقول انسان بتاخب بالموضوع ده لا فالحل الوحيد انا متأكد بنسبة مليون بالمية انه هو هيجي من عند ربنا خلينا بقى ننقل النقطة اللي بعدها واللي تخص اليمن اليمن من ساعات بسيطة ضربت سفينة شحنة امريكية في البحر الاحمر امريكا بيتعاند اليمن كل شوية يودوا سفينة هناك فدب اليمن تروح طالعه وضرب السفينة فالمتحدث الاسم باسم وزارة الدفاع اليمنية قالك احنا ضربنا السفينة الامريكية ده منذ ساعات واصبناها اصابة مباشرة وكمان بنوعبكم بزيادة الهجمات على السفن في البحر الاحمر والبحر العربي في خلال ايام شهر رمضان المبارك فاسمع كده جزء من التقرير ونرجع بعون الله تعالى عملية استهداف لسفينة بنوكيو الامريكية في البحر الاحمر وذلك بعدد من الصواريخ البحرية المناسبة وكانت الاصابة دجيجة بفضل الله وتؤكد الجوات المسلحة اليمنية ان عملياتها العسكرية سوف تتصاعد بعون الله تعالى خلال شهر رمضان الحقيقة ان موقف اليمن ناس كتيرة جدا مختلفة عليه ناس كتيرة بتقولك ان اليمن ما بتعملش كده لسبيل الله بمعنى اصح يعني او عشان خاطر يقفوا مع اخواتنا الفلسطينيين او مع المقاومة والكلام ده كله ناس كتير بتقولك ان اليمن تقدر تقف في مكالم التليفون ولكن اللي هم بيعملوه ده مصير مش مخير يعني اعملو يبقى نعمل اللي بعتلكم سفينة اضربوها واحنا هنيجي نضرب عندكم شوية اشكاليات كده ان لما مش اليمن هي اللي هتقف في وش امريكا ده طبعا رأي من العدد كبير جدا من الجمهور اللي بتفرج علينا وعلى كتير من القنوات الاغبارية ناس كتير تانية بتقولك انا ميخصنيش الموضوع ده انا ليا ان في حاجة بتتم معاهم بقى ضدهم المهم ان هم اليومين دول معانا احنا او بمعنى اصح مع المقاومة الفلسطينية غير كده ما يشغلنيش بقى فياريت تكتب لي رأي حضرتك تحت في التعليقات فيما يخص عمليات اليمن في البحر الاحمر كان لنا بقى ننقل لنقطة اللي بعديها واللي تخص اكبر حخام في اسرائيل حخام الاسرائيل ده طلع وقال لك ايه سنقطع تذاكر السفر بفلوسنا ونخرج خارج البلاد او خارج اسرائيل بمعنى صح ليه عم الحاج قال لك لان المتدينون او لدرسين الطورة ممنوعين من سنة 48 ان هم يدخلوا التجنيد الاجبارية او يتجندوا في الجيش اسرائيل عندهم التجنيد الاجبارية من 18 سنة للذكور سنتين وتمن شهور وللاناس سنتين اتنين بس فقال لك ان اول رئيس وزراء الاسرائيل اللي هو ديفيد بنجريون منعهم من التجنيد ليه بقى قال لك لان دول هم السبيل الوحيد لاستمرار تعلم التوراة للاجيال القادمة فدول هنمنعهم من التجنيد عشان ما يدخلوش حروب ويموتوا فيها والتوراة تنتهي من على وش الارض فطبعا ده كان قرار من رئيس الجمهورية في وقتها بمعنى اصح طبعا هو رئيس غير شرعي ولكن ايه احنا بنتكلم عن المسمى الوظيفة امام العالم كله فطبعا ما تجليش انت بعد السنين دي كلها وتقول لي لا انتوا هتتجندوا تجنيد اجباري فيه هجوم كبير جدا وانقسام في الحكومة الاسرائيلية حاليا بسبب هذا الامر او هذا التهديد لان الناس دي كلها بتاخد رواتب من الحكومة شهريا ومع ذلك لما بيحصل حرب ممنوعين ان هم يتجندوا تجنيد اجباري طيب ايه اللي حصل بعد كده يا امام احمد اللي حصل ان القانون ده بيحاول يعدلوه حاليا لان نسبة المتدينون هناك في اسرائيل حاليا او اللي هم الجماعة اللي بنتكلم عليهم دول تتخطى 13% من اجمال السكان وبيقولك ان بعد كم سنة سيتخطط 19% لان هم بيولدوا كتير او بيتكسروا فيما بينهم كأنهم فصيل معين في العالم يعني فطبعا مش هيبقوا 20% و30% وممنوعين من التجنيد لحد ما يوصلوا النسبة معينة او يتخطوا نص سكان البلد وتقول لي ممنوعين من التجنيد ودول حاملين للطورة فالامر ده عامل انقسام وده اللي خلى الحكام الاكبر هناك في اسرائيل يهدد بالرحيل لان كلمة منه الناس دي كلها تخرج الى خارج البلاد ده ان ترجم شيء لحضرتك هيترجم ايه هيترجم عدم تمسكهم ببلدهم لانهم معارفين ان دي مش بلدهم هو موطن يعني احنا هنتجمع كفصيل معين في النقطة دي او في البقعة دي من العالم طول ما الموضوع ما شهر على هوانا غير كده سلاموا عليكم هنسيب البلد ونروح بقى الامريكا ونروح للاتحاد الاوروبي واي دولة هتعاملنا بالمعاملة اللي احنا عايزينهم يعملون بيها فاسمع التقرير ده وارجع في البنين انا امريكا יש בחורים בחורים שם על המילויים לא כולם זכו לי מוטורה כולם זכו לי יותר מבריחים שפטורים מהצבא שבת לדיפוטון מהצבא לא לוקחים אותם שום פנים באופן תודה רבה